بس احنا ما بنقوله ان هي دلوقتي هي كرهية عشان هو عمل لها ايه هو ساب لها فراغ ولا هي مش عارفة تنساها عشان في حاجات صغيرة كده هي كترسمها في دماغها ودي مش حقيق بوسي اقولك على حاجة هي عندها كم سنة واحد وعشرين سنة عرفت ايه في الارتباط اصلا او في الجواز شافت ماما وبابا متجوزين شافتهم فيه كان فوشيوس بيقولك ايه ارني وسوف انسى يعني اللي بتشاف بيت نسي خلاص اسمعني اسمعني لعلي اتذكر شاركني وسوف اعلم يعني تعيش اللحظات دي وتشارك عشان بتبقى عارفة يعني ايه حبهم يعني اعرف يعني ايه انا شخصيتي انا مليش دعا ببابي ولا مامي شخصيتي انا ايه لمطها ايه انا كأنسة ازاي اشبع احتياجاتي عن طريق نفسي وازاي اطلب من الاخرين اشبع حاجات معينة بحسب امكانية كل واحد عشان ابقى بني قدمة خفيفة يعني ما تدروش فوق طاقته وانا انا عايزك كل وقت انا مش يعني هو هو بينام في التريفون عرفو ده اتكلمه في وقته هو ما بقاش عايز ينام اذا اردت ان تطاع فامور بما هيستطاع بزاق يعني يا اخوة المكالمة دي اللي انت بتنام فيها ده كتير علي دا يرضي ربنا لا مش كتير عليها طب اما ليه؟ هو نفسه اصلا بني قدم مطحون عنده وعنده وعنده على طول مشغول ولغة الحب بتاعته هي الخدمية يعني ايه لغة الخدمات انا بعمل لده هي حتى بتقول في القصة بتاعتها انا كل شوية الاقيه بيعمل لده حاجة وده حاجة وده حاجة ولما انا ابقى محتاجة ما بقلهوش ليه عشان هو مش فضيلي اصلا يعني انت مش مش شايفة ان هو وحش هو مش وحش او مفتري ولا هي وحش بس شخصيتين مختلفاتين خالص عن بعض طب مش معنى الاكس بقى يعني ايه حد اصلا يفك بلوك للأكس ده بيقى معنى ايه؟ معنى ان هو سابها في نفس المرحلة اللي ساب فيها التانية في القوية مشتقة قوي ومش عارفة تعيش من غيره في المرحلة اللي هي احنا اوكي احنا انجزامنا البعض وبعد كده هوات تاني مرحلة انا مش عم عنديش يقين ان انا حكمل او مكملش في المرحلة الشك في المرحلة الشك دي بيحصل انفصال تعالي نتكلم على الشك هو انا مش من حقي ان انا نمسك موبايل لخطيبي او جوزي لا ايه؟ ليه؟ لا مش من حقي ليه؟ علشان انا عارفة كويس نفسي وعارفة كويس نفسي وعارفة كويس جوزي على ايه؟ افريدي هو معرفش يرد على مسج وانا برد بداله يعني ايه تردي بداله؟ افريدي هو عطل في مسج احنا متاع ليه؟ بوسي اقول حاجة هعمل هالي كامبليمان اعمل كذا او كذا او انت تعرفي كذا او كذا كده على الاساس ان احنا ايه؟ بس بيقولك ايه بيقولك هتلاقي حاجات بتضيقك يبقى ليه؟ بس يا حبيبي منك يعني ايه هلاقي حاجات يعني ايه؟ ومش صح ومش صح انه يبقى فيه حاجة بتضيقني وهي عنده طب ما انا عايز اشوف؟ حقي عليه انه هو ما يضيقنيش حتى وانا مش موجودة خلاص خلينا اتطمن انتي زعلان على الموبايل؟ انا بحب بخرة التفتيش المفاجئ دي بقولك ايه؟ زعلان على الموبايل طب ومعليش صاري ولما بيخرج اصلا وبيبقاش معاك اصلا في ستات بتقوله اخرج يا حبيبي وجايباة جايباة في الكاميرات وبعدين؟ هو ده الحب؟ هو ده المواد ده والرحمة اللي ما بينه وبين بعض؟ لا بتخافي على حكتك لحسن حد يضحك عليها هو مش حكتي هو مش ملكي هو مش ملكي بس هو حتة مني صح شفتي بقى فانا لازم احافظ على حتة مني لحسن حد يجي اخد احافظ على حتة مني احافظ على حتة مني بالاصول هي اصول اللي تخلي معايا مش معايا من غير كاميرا ايه هو بيعمل ايه؟ هي لو ما كانتش فتحت الموبايل وشفت انه هو بيكلم الأكس ويه 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 انا ما بقولش ان في الحالة دي تتخاني لانه لو تخاني يعني ان انت عملت ان انت عارفة انت لازم تجيبي عليها واطية ما تجيبيش ورا انا دايما باعد اقول كده انا ممكن اعمل ان انا مش عارفة واشده لي واحدة واحدة اهام مش ده من حقي؟ اه طبعا يعني افتح الموبايل واتأكد عشان اشده شفتي بقى انا مفتح الموبايل عشان اشده احس ابداهيت وانتي معيش سوريا عندك فتنة الانثة حفهم ان هم اتغير معي شوية ابدأ اتكلم معي اهام الدنيا ماشي معك بي بس الرجالة ما بتحبش يعني هي لو كانت تكلمت معاه وقالت له بقولك ايه انا حاسة ان انت بتكلم خطبتك القديمة او انا حاسة ان انت حنيت طبعا ممكن افتح عينيه والولد يعني مش وش كده وابننا عمرو ما فكر كده او انا اللي خلته يبص بك والجوزي او شريك حياتي بيفكر في حد تاني ليه؟ معاناها ان انا اصلا مبانيتش معاه علاقة مش باعة بالنسباله والراجل عايز السيدة تكون له ايه؟ يبقى المشكلة ما بيننا وبين بعض المشكلة مش في التالتة المشكلة ما بيننا ما هي اللي دخلت ايه اختي وسط الخناء احنا كان بيننا مشكلة ايه اللي دخلها وسطينا يا غادر؟ هي وغيرها حيدخل مرضو معقول هنسيك مفتوح كده؟ اه طبعا ولو هي راحت حتيجي غيرها الراجل عايز في الست ايه مش هو عايزها ام وحبيبة العلاقة اللي ما بيننا لسه متبانيتش مش هو عايزها ام وحبيبة وزوجة وكل حاجة؟ ام لا ام لا ليه؟ ام يعني حديله حب رعاية ما هو احنا بنا رعا ام واحنا ما هو قاعد في البيت بيعمل ايه؟ الزوج مش عايز حب رعاية حب ثقة انا واثقة فيك انك انت هتاخد العلاقة بتاعتنا دلوقتي لحاجة معينة وديله هدف ايه ليه السقة دي اللي ضيعتنا؟ ومعاتش حكي مع كتير ليه بقى؟ انا واثقة فيك كل بديله بس مشاعر ثقة لا او تقولي له انا فعلا عارفة انه وانا معاك احنا هننجح دايما تحطي احنا هننجح حتى لو اتس هس كواجيكت مش مين انه مثلا انا رايح اصور او او نازلة انا جزء منك ايوه انت دايما معايا اخذنا مع بعض بالزبط للنجاح وانا واثقة من دهوات لان احنا اللي اتنين واحد يعني علاقة زي دي كتا عمرها ما هتكمل يا غدا كتا تبقى صعبة اول اه طبعا طب نتعافى منها ازاي؟ يعني ايه في بنات مش قادرة تنسى او رجالها مش قادرة تنسى انا شفت رجالة والله العظيم بتعيط على حب راح بتعيط بتعيط ومش فارق معها حتى لو قدامنا كلنا بيعيط علشان هي حاجاتهم نفسها ما تمش وهما في فطرة قبل السبع سنوات ما تمش اشباحها بشكل سليم يعني قبل السبع سنوات قبل السن سبع سنين اه انا فاكرة العلاقة تستمر سبع سنوات عشان نتجاوز حالقتي ببابايا ومامتي ما كانتش احسن حاجة فما كانش عندي التعلق الامن ما اقولك ايه زي ما اكون ما حشتش جوه قلبي وجوه روحي كده هو مشاعر الحب والارتباط فانا عندي جوه قلبي يعني كل المشاكل اللي احنا عملينا قابلها دي غادة كلها بسبب الطفولة انه في مشاكل حصلت في الطفولة ملحقناش نسدها ملحقناش نعليجها طب التعافي بنعمل ايه يعني حتى هي حتى ما لقيتش الظهر اللي سندها دي بتقولك بيوجعوني بالكلام ما بيقفوش جنبي بيتريعوا علي بس لما انا مثلا يعني ما توافقش على عريسه قبل كده قبل كده انه فاهمها بنعمل ايه يعني التعافي بيجي ازاي هي ما شاء الله كده هوت اللغة اللي ما بينه بين بعض اصدراء انت ازاي وازاي وازاي هو احنا جماعة لما بننقد بعض او بنصدري بعض بنحل مشكلة ما بنحلش حاجة اتجوزي واحنا نرضى عنك بنتي محتاجة الايه انت مش عارف انت محتاجة ايه احنا عارفين انت محتاجة ايه عارف انا عايزة ايه او اللي قدام مني عايزة ايه لو سمحتي اكتبيلي عشر صفات في الشخص ما تقدريش تستغني عنها في البني ادم اللي هترتبطي بيه وعشر صفات استحالة ان كنت ترتبطي بالشخص اللي فيه اي صفة من العشر صفات ديه بعدين حلوة ديش اسمع انت قبل كده خلاص هتتيها قدام منك هتسعي لها هتسعي ان هي اردي تحققيها ولا لو ما لقيتش عشر صفات حلوين ولقيت اكتر ما العشر صفات ان هو وحش يبقى سعيتها ايه قرار قرارك انت شاش تقولينه انت شاش تقولينه بس دماغك تقولك ايه القرار اي قرار اي واحد او واحد قراري حتى اللي هو الفاملي كونسولتنت او المارك كونسولتنت او اللايف كوتشنج مش هو ما يقدرش يديلك او يديلك قرار كل قراراتنا بالزبط كل قراراتنا عبارة عن ايه فيه ستيبات انت شايف انك انت عملتها فيه حاجات انت عرفتها اوكي ايه دهوت حياتك بمشت ازاي العلاقة عاملة ازاي بناخد عينة من العلاقة بناخد عينة من الخلافات الخلافات دي تفعلا تاكسك ولا الخلافات دي تلا سليمة وصحية تاكسك يعني فيها قلة ايمة او فيها ضرب او 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 اشتبوا فاهمينا برضو في البيوت بس اللي انا عايز اقولك انه اغلبية الناس قالوا انهم مفروض اهلها يعني يدولها وقت احنا بنحتاج وقت قدقيل التعافي الاول من علاقة دمرتنا من علاقة دمرتنا زي اللي حصل لنهال اه ست شهور ست شهور تبقى زي الفول بإذن الله اشتركوا في القناة